موسيقى يا بيبو انا مش عارف اقولك بصراحة الفلارات والجرافيك اللي احنا شايفينه ياسر ابراهيم عمل مباراة عالمية مباراة الاخيرة امام سموحة والعالمية هنا مش بتكلم على الاداء العالمية هنا في كيفية تحضير اللاعب لنفسه في التوقيت اللي ممكن الجهاز الفني يختاره فيه في اي لحظة بعد غياب بدري بنون بالسبب الانذاري التالت ياسر ابراهيم كان في الموعد وعمل مباراة جبيرة جدا تحضير نفسي جيد استعداد بدن وفني مميز جدا ودي الفرق الكبيرة الاساسي زي الاحتياطي في اي وقت تلاقي كله موجود في الموعد تحت رؤية الجهاز الفني طيب عايزين نتطمن على استعداد الفريق لمباراة المولين العرب ان شاء الله وهي مباراة صعبة جدا بالمناسبة بيقود المولين الكابتن عماد النحاس لذلك في هذه اللحظات اثير مباشرة الى ملعب مختار التيتش بي جزيرة مع الزاميل العزيز كريم احمد ده مراسل قناة الاهل عشان نتطمن منه وهو موجود في المران وفي ملعب التيتش اخر استعدادات الفريق وقدامنا طبعا فيه خلفية الصورة لكريم بدأ المران بالنسبة لكل اللاعبين مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد طبعا كل التحية لك ولكل جمهور النادي الاهلي عايز اتطمن منك على الاستعدادات كل اللاعبين قدامك موجودين في المران لك قدر الله في حد غايب ولا لأ والنهاردة المران هيبقى ماشي ازاي وكمان الاستعداد يعني خلاص بقرأ اكيد ليلة المباراة ودخول في معسكر مغلق قبل مطش يوم الخميس باذن الله بالتأكيد طبعا يا محمد الحياة يعني الفاتر اللي فاتت تحديدا الاربع عشر ساعة الماضية ساعة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الاهلي الجهاز اللاعب على اداءهم المميز والفوز المهم جدا في مرحلة غاية في الصعوبة وغاية في الاهمية عندنا عدد من المباريات التلاحم كبير يعني الحياة المباراة سموحة يعني قدت رسالة كبيرة جدا طمأنينة للجمهور لعبة النادي الاهلي بانت الشخصية والروح وبانت اهمية المرحلة وعلى المستوى الفردي والمستوى الجماعي الحياة يمكن كل كان كسبان وكانت مكاسب عديدة جدا زميلة محمد في مباراة سموحة نتمنى وبنأمل تستمر الاسرار الكبير اللي فيه لعبة النادي الاهلي والشخصية والروح والهدف الوحيد وهو تجميع نقاط حتى مباراة افريقا ومن بعدها لكل حدث الحديث لكن بنحي وبنهني طبعا كل لعبة النادي الاهلي بيتسو موسماني على قراءته الفنية المعتادة والممتازة لكل المباراة الحقيقة وان شاء الله بإذن الله كون مباراة المقاولون القادمة اللي تكون على استاد بيتر سبورت يوم الخميس تكون استمرار لسلسلة الانتصارات مع الأداء المميز اللي بيخود بيه النادي الاهلي تدريباته ومبرياته تعرف محمد طبعا يعني التلاحم كبير 24 ساعة راحة مش كافية لعبة النادي الاهلي لكن مباراة بيرمز لعبة على طول دخلت فيه التدريبات ما كانش فيه راحة فكان لابد يكون فيه يوم راحة على الألم على لعبة النادي الاهلي للتركيز مرة تانية وتجديد دوفع بشكل كبير فالنهار نقدر نقول هيكون تدريب جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي فيها جزء بدني أكيد هيكون وأيضا كمان الجزء التكتك والخاص بكل اللاعبين بقى للصغرات ونقاط القوة الضعفة اللي خاصة بفريق المقاولون والقراءات المميزة والتحضيرات الخاصة ببيتسو موسماني ده أمر معتاد بالنسبانا بينقصنا التوفيق في كل مورا محمد وممكن بنقول حاجة مهمة جدا لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني مع التحضير والاجتهاد والإصرار والجدية اللي بنشوفها في لعبة النادي الاهلي لازم ربنا يكافئ اللعيبة ويكافئ الجهاز الفني بفوز وأداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي تعرف محمد يعني الفترة يفاتت أو المباراة الأخيرة تحديدا عدد كبير جدا كان غايب من لعبة النادي الاهلي يعني كنا بنفقد محمد هاني وبدر بنون وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكم وليد سليمان وولتر بوليا والظهور المميز ده جدا بيديك إشارة وبيديك رسالة للجيل بالكامل انت ذكرت الحقيقة ياسر إبراهيم على أداءه المميز ده رسالة مهمة جدا يعني الجهازية موجودة والفرصة هتيجي لكن ان انت تنزل وتأدي بالأداء ده ده رسالة مهمة جدا بشكل كبير جدا أداء ياسر وأداء أكرم أي حد بيكون متواجد بيكون بايد شوية بينزل أما بياخد فرصة وبيتقالج بشكل كبير دي بتطمننا بشكل كبير وبتدي رسالة للجميع يا رب ان شاء الله بإذن الله استمر النادي الآلي في تركيزه وفي أداءه المميز جدا اللي بيسعده كل جمهور النادي الآلي والنهار ده بقى كمان على مدار التدريب محمد هنطمن بقى بشكل عام بقى على محمد هاني هنشوفه ممكن تعالي محمد طبعا ممكن جاهز بشكل كبير أحمد رمضان بيكم نشوفه هيخش في تدريبات بكل قوة امتى هيخش للقائمة كل الأمور دي ان شاء الله هتتضدح على مدار التدريب لكن بجانب بكل الأمور كل اللعيبة متواجدة ان شاء الله النهار ده يكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الآلي يستفيد منها الجميع وان شاء الله بإذن لكم مباراة المقاولون العرب مباراة جيدة يستمر النادي الآلي في سلسلة الانتصارات ويحصل تلات نقاط هيساعده النادي الآلي بشكل كبير جدا محمد طيب كريم عايز اسألك على محمد الشناوي النهار ده كان بيخضع للكشف الطبي مع الجهاز الفني او الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي اللي بيستعد ان شاء الله لدور الطقي خلال الاسبوع القادم هل الشناوي لحق بموعد التدريب هل خد لقاح كورونا النهار ده مع المنتخب الأوليمبي ولا عايز اعرف اخبار الشناوي لان خلاص احنا عندنا مطش كمان 48 ساعة فعايز اتطمن عليه لانه بالتأكيد هيكون معانا بجوار علي لطفي قبل بقى ما يكون مع المنتخب الأوليمبي بعد مباراة القايزر تشيفزي في الفاينال افريقيا ان شاء الله بالتأكيد يا محمد طبعا يعني الشناوي كان متواجد صباح اليوم لكن اقدر اقول لك تواجد قبل التدريب بكعاته النهار ده للشناوي وانتعرف النهار ده كمان المسحة اللي طبية الخاصة به فريق النادي القالي قبل كورن المباراة بطلتل للدور العام النهار ده الشناوي حضر المسحة ولحق التدريب يعني بتتمنى له طبعا كل التوفيق الشناوي سواء فيه رمبياد توكيو طبعا او مع فريق النادي القالي ويمكن كانت الاشارة والرسالة مهمة محمد للشناوي وعلي لطفي فيه المباراة الاخيرة الحقيقة الروح الكبيرة اللي بنشوفها بين الشناوي وبين علي لطفي يعني شناوي يمكن خلاص بعد الهدف الثالث فضل ان هو يكون علي لطفي متواجد ويمكن يكلم كابتن سامي اومصان وكلم بتسو موسماني ان هو علي يمكن ياخد دور دي روح ومهمة جدا ورسالة كبيرة جدا الشناوي متواجد فيه التدريب مع فريق النادي الاهلي التركيز كله محمد فيه مباراة المقاولون طبعا الشناوي عنده حلم ان هو يتقلق بشكل كبير في اولمبياد توكيو حلم كبير طبعا لكل لعب اي لعب يكون متواجد لكن اللي انا قدر اقول لك علينا ممكن الشناوي جاهز بشكل كبير جدا يمكن النهاردة يعني يايباني طبعا في التدريب ايضا كمان مادة جاهزيات الناوي وايضا كمان Mireia Nina كون طبعا مدرب الحراس والاداء المماز جدا الحقيقة والروح اللي بيبثها في كل الحراس سواء علي مصطفى شوبير حمزة الشناوي الروح كبيرة جدا من كل الحراس واaches واليادي الاهلي لكي اتطمنها محمد يعني بكلم وبأكد على هذا الأمر لان الروح الكبيرة اللي بين اللعيبة وبين الجهاز يعني بمرضودها كبير جدا في المبرا работать بمرضودها بشكل اكبر كمان مع جمهور النادي النادي الاهلي تستمر على الاداء وعلى الانتصار والشخصية والروح الكبيرة جدا اللي بنأكد عليها في كل مرة يا رب ان شاء الله بإذن الله بس يعني اللعبات نحافز عليها من الاصابات تدريبات تعدي بسلام بكرة كمان يكون تدريب اخير في نفس الموعد ومنها على طول مباشرة الى احد الفنادق القريبة استعدادا لمباراة المقاولين لها يكون يوم الخميس فيا رب ان شاء الله محمد كل الامور تكون معنا ونقدر ان شاء على ثلاث نقاط مباراة المقاولين ثم مباراة المقصة وحسابات بقى تانية بشكل كبير جدا في مباراة البطولة الفرقية. فصة تانية بقى ان شاء الله. واخد حيز بسيط جدا من فكر النادي الاهلي لكن ان شاء الله بإذن الله نركز في بطولة الدورة والقادم يكون افضل ان شاء الله محمد. بإذن الله زميل العزيزة كريم احمد ده مراسل قناة الاهلي من ملعب التيتش بجزير انا بشكرك شكرا جزيلا كلها زي المعلومات والاضحات.